هذه أبرز العنوين الرجاء الريدي يقترب من الرفع المنع وتأهيل اللاعبين جدد قبل يوم من انتهاء المركات الصيفية هشام تكيك يوجه رسالة قوية للجمهور المغربي قبل مواجهة منتخب باناما المصيرية وهذا ما قالها الأهل المصري يحدد موقفه من يحيى عطية الله بخصوص مشاركته في مباراة غرميها والزمالك المصري الحارسة الدولية المغربية سينبونو يتحدث عن لقائه ضد الرايان القطرية وهذا ما قالها قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغربة يقترب فريق الرجاء الريدي من رفع عقوبة المنع من التعاقدات وذلك قبل إغلاق المركات الصيفية الحالي يوم التاسع عشر شتنبير الجاري علمت المصادر أن الرجاء الريدي أضحى قريبا من رفع المنع وتأهيل اللاعبين جدد حيث كثف مسؤولي الفريق الأخضر تواصلهم مع اللاعبين ووكلائهم طيلة الأسبوع حتى ليلة أمس التلتاء وصباح يوم الأربعاء تم التوصل إلى تقسيم المبلغ عبر بروتوكولات قريبة ومتوسطة المدى حيث من مرتقبا يعلن النادي الأخضر عن رفع المنع يوم الأربعاء أو صباح غد الخميس على أبعد تقديره كانت إدارة الرجاء الريدي قد تمكنت بشكل رسمي من تسوية الملفات كل من محسن متولي أنس عمري عمر الحمراني أحمد خاطيبي حميد أحداد إسماعيل الكريمي ونوف الخيام في انتظار إيجاد حلول لبعض النزاعات الأخرى أكد هشامت كيكة مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على أهمية مباراة باناما المقررة غدر الخميس على الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينيتش لضمان الثأهل إلى الدورة الثاني من كأس العالم أسباكستان 2024 قال هشامت كيك في تصريحات على هامس الحصة التدريبية الأخيرة للنخبة الوطنية قبل مواجهة يوم الغد مبارتنا أمام المنتخب باناما ستكون مصيرية أنتظروا نفس الحدة التي شاهدناها في المقابلة الأولى الآن هذه آخر فرصة أمام هذا المنتخب وفي حالة إن هزمنا أمامه سيقصى من المونديال لذلك نحن مستعدون لكل هذه السيناريوهات ونتمنى أن نكون في أتم جاهزيتنا لا يجب أن ننتظر تلك المباراة التي تشهد فوارق شاسعة لأن هذا كأس العالم وبالنسبة لنا إذا فزنا في هذه المباراة سنتأهل مباشرة إلى الدور الثاني وهذا أمر مهم واصل بالقول عثمان إدريسي للأسف أصبح خارج المنافسة لأنه تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحلة لقد بدأت المنافسة وليس بإمكان تغيير أي لعبة نفس العناصر التي شاركت في المباراة الأولى ستكون حاضرة أمام باناما منقوصين من الإدريسي وبوريطا أردف قائلا لقد ارتكبنا الأخطاء أمام طاجاكستان وكان هناك القليل من الضغط والارتبار وكذلك الجمهور آثار بشكل كبير على اللاعبين لكن بالمقابل كانت هناك العديد من الأشياء الإيجابية والدليل هو تحقيقنا للفوزي وحظ النقاط اللقائي وهذا أهم شيئا اختتم هشام تكيك حديثه قائلا سنحاول تفادي الأخطاء التي ارتكبناها أمام منتخب طاجاكستان وأن نكون أقوى ونتمنى أن نكون في أتم الجاهزية لأن منتخب باناما ستظهر بوجه مغير وسنرى القيثالية من طرفها لكننا مستعدون لهذه المباراة القوية يسعى الجهاز الفني الطبي لفريق الأهل المصري لتجهيز الدولية المغربية يحيى عطية الله الظاهر الأيصر لمواجهة جماريا والزمالك كان يحيى عطية الله قد غادر مواجهة جورماهيا الكينية الماضية في ذهاب الدور الثاني وثلاثون من دور أبطال إفريقيا الأحد الماضي بدع الإصابة خضع يحيى عطية الله للفحص الطبي أتبت سلامته وأن إصابته مجرد الآل وإجهاد عضلي خفيفة لأنه شارك في المباريات بعد فترة طويلة من الرحلة أو الراحة من المقرر أن يبدأ اللعب المغربي اليوم مشاركته تدريجيا في تدريبات مع الأهلي ليكون جاهزا لمواجهة جورماهيا المقرر السبت المقبل في إيابة دور الثاني والثلاثون لدور الأبطال ثم المباراة الزمالي كانمسي المحددة معهدها يوم السابع والعنشون ثبتمبر المقبل في كأس السوبر الإفريقي قال الدولية المغربية سينبونو حارس مرمى فريق الهلال السعودية إن مباراة الريان القطري لم تكن سهلة على الإطلاق على الرغم من فوزي بثلاثية لهدفه في الجولة الأولى من مباريات مجموعة منطقة غرب بالنسخة الأولى لدور يبطال آسيا للنخبة أوضح حامي عارين وسود الأطلاس ياسينبونو في تصريحات لشبكة قنوات الكأس القطرية أن النادي الهلال وجد العديد من الصعوبات لكي يفوز على الرئيان القطرية وصل قائلا بونو لعيت ضد فريق بمستوى كبير تكتيكيا يضم لعبين كفاء صعب علينا المهمة لكن الحمد لله استطعنا تقديم مباراة كبيرة تابع الحارس المغربية سينبونو في خديثه بالقولة أشكر جماهير الهلال التي تساندنا في أي مكان نذهب إليها وهذا يحملنا المسؤولية لنرد لهم الجميل ونسعدهم في قادم المباراة الجدير بالتكرى أن ياسينبونو لعب مباراة كبيرة وسهم في فوز فريقه الهلال السعودي على نادي الرئيان القطرية بعد تصديات قوية منها في هذه المواجهة كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في شاري غشة الماضي بدور أضنوك للمحترفين والتي تهم فئات أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى ثم أفضل مدربة ويتنافس اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي من نادي العين الإماراتي وعادل تعربت من نادي النصر في فئة أفضل لاعب من قائمة من خمس مرشحين يتعلق الأمر أيضا بكل من سردار أزمون من شباب الأهلي وعجمان كامارا من الشارقة وعن طول أيانغ من نادي البطحاء خاد عادل تعربت مبارتين مع النصر سهر غشة الماضي في الدول الإماراتي تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وساهم بتميرتين حاسمتين اشتركوا في القناة